أرشيف حلوة ريش بونت بل كوكم حمر جاءت روحة بكثير وزربة جنة وزربة القنوات أتمنى أن تتعرفكم حتى تنتمه أول شيء نحمر الكوك سوف نحمره جيدا تقريبا 1.5 كوك نحضر منها كوك 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 نصف كوك 120 غ و جوج بيضات نخلط سكار مع الزبدة ومن بعد نضيفه بقى المكوين نجمع العجين ننسيت لكم خمارة نضيفه خمارة 8 جرام كورة صغيرة ندخل الفران على درجة 80 حتى تتحمر بعد ذلك نحضر خليطة الكمفيتور ساب لي وعر وحتى الكبارة لعجين ودعي معي أول شيء نحضر سكار نشاء زبدة بيضة كبير دقيق حسب الخليط نصف خمارة ونصف معلقة لفاني نجمع العجين لا يوجد لكي لا يوجد لكي لا يوجد صغيرة من بعد نسلح العجين بين جوج البلاستيكات أو ما بين تقطعه لا تدوري المرشم لكي لا تدوري المرشم لكي لا تدوري المرشم نصف خمارة من البدد نصف خمارة ونصف خمارة ونصف خمارة من البدد يجب أن تكون كرامل ونصف خمارة بطريقة ممكن أن تتعاملها لأي صابلة ونصف خمارة أنا كنت تحضرها في الدخلة المدرسية لوليدات ونتمنى أن تدعي معي بشيفاء فكرة لعيد ميلاداتكم وحتى لعيدة لأيضاء أول حاجة نحضر الويسكوي ونصف خمارة الكرامل وبصف خمارة عiertة ال לبسكوي سوف نكون سوف نأكل ليس요 من البدد سوف نضيفه من يوتلا و لا يمكن أن نضيفه على طبقه سوف نضيفه منظر كرامة ثم سوف نضيفه شوكوكو وضيفه كوكو و سوف نضيفه يمكن أن تعمري بالكريمة و كرامل و شوكوكو و سوف نضيفه أتمنى أن أعجبكم و تدعيوا معي و أحبكم في الله حلوة الثمر من الأرشيف و بدون طوابع و أعرة كثيرة سوف نحتاج إلى نص كز و سوف نضيفه بزنجلان و سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة الزبدة و مزهر و قرفة سوف نضيفه طويلة إذا أعطده 200 قرام الزبدة 1.5 قليلا 1.5 قليلا 1.5 قليلا 2.5 قليلا 1.5 قليلا مكونات كاملة و أعطينا و سوف نقوم بالسكار نقطعها و سوف نضيف به سوف نعمرها بالحشوة سوف نعمرها بالحشوة سوف نعمرها بالحشوة سوف نعمرها بالهلال سوف نقوم بحل وريضات سوف نعمرها بالجوانب سوف ندخلها بالفرن على درجة 180 ثم نعمرها بالسكر هنا الأرشيف سابلي راقي بحشوات الغزالين أتمنى أن أعجبكم النار سوف نحتاج البيضة زبدة نصف كاس زيت و 100 غ سكر فانيلا سوف نضيف الزبدة مع السكر ثم نضيفها البيضة و نجمعها بالأصابيع بالنسبة للحشوة 50 غ زبدة 50 غ سكر وكوكو يحسب الخالي يجب الكيميائي أجرر الخلاقة يمكنك الت І Erst في الصعر مع أصابه سوف نضيفوا كوكو そして منًا سوف نضيف ثم نضيف مرأة سوف نضيف أن الاقل ثم نضيفة الكوكو انجمنا manufacturer يمكننا البرشيف بحلة من زرعة الكتان يقدم العربة ومعفلة تأتي بحلة زبدة لدينا 1.5 كاس زيت 1 كاس زبدة 1.5 كاس 1.5 كاس 1.5 كاس 1.5 كاس 1.5 كاس في زرعة الكتان يجب أن تحضر مقياس لن يجب أن تحضر مقياس كانت تحضر مقياس حسب الخالض أولا نحمر سوف نحمر زرعة الكتان سوف نحمر غير قليلا لكي يأتي المطاقة و يأتي المقرمشال نضيفه نصف زيس زبدة و نضيفه خمارة و نضيفه حسب الخالد هذا الكيمياء يجب أن تخرج ثم نضيفه خلال الفرن يجب أن تتقق سوف نضيفه بالصحة و راحة أتمنى أن أعجبكم سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه أولا سوف نضيفه خمارة فانيلا شوكولات و 250 غ زبدة سوف نضيفه سوف نضيفه بالضيفة سوف نضيفه بالضيفة جميع المكونات ثم نضيفه واحد من ثم نضيفه و نقطعه و من ثم نضيفه على درجة 180 من الضيف نضيفه و لكن تتحدثه هذه النجيمات احضرتهم في سنة دابا و جوارين اتمنى انهم يعجبونكم سابلي من الارشيف بقلصات الكراميل اول حاجة لدينا 25 جرم زبدة 100 جرم سكر 1.5 جرم زيت او بيضاء فقط تضمون الكونات بدون خميرة تجيب واحد بزاف بالنسبة لدقيقة تبقى حسب الخالط اول حاجة تنخلط زبدة تنضيف الزيت ثم تنضيف البيضاء ثم تنضيف الضغط سوف نعرف القوام كيف سيكون حاجة لدينا عجين لا تجمع ثم نجمعه في البلاستيك وتنسرحه وتنقطعه حسب ما يريد بالنسبة للصابلي من الأسرار انكم اولا لا تنضيف الكوش ثاني لا تنضيف هذا يعني لا تنضيف المول بالنسبة للصابلي لا تنضيف الكراميل هنا سوف نضيف الكراميل لدي الكراميل منزلي الذي حضرنا سوف نضيفه مع شوكولات و سوف نضيفه لديه لا تسابه لكن هذا سوف يأتي واخرتي نسل الكراميل منزلي بطريقة زوينة و اقتصادية بزافة هنا الطريقة أخرى يجب ان تهوز المهم سوف نضيفه هنا الزلاف الحليب نضيفة ملعقة كبيرة عمراء و ملعقة الزبدة و ملعقة الزبدة أنا لا يوجد زبدة قديمة الزبدة نضيفه هنا السكار سوف نضيفه و نستخدمه لنضيفة بشوية لنضيفة ملعقة الزبدة ثم نضيف هذا الناشا مع الحليب يجب أن يغليم جيدا حتى يتقل نجرب زليفه و اشتقليه حتى نصل إلى القوام الذي يريد ثم نضيفه حتى يبرد و نطحنه و نضيفه في طلاجه حتى يبرد حتى يأتي القوام و إذا أريد الأخر يبنيده نحضره لكم